لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريد أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم وجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أن الله جهرة فأخذتهم الصائقة بذلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم بميثاقهم وقلنا لهم دخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نعرضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم قولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منهما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهو عنه أكلهم من والنازب الباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراصحون في العلم منهم في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إليك إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإصحاق ويعقوب والأصبات وعيسى وأيوب وأيوب ويونس وهارون وسليمان وأتينا داود زبورا ورسلا قد أصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نأصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل الله إليك بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهد وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قاد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاكم الرسول قد جاكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إنتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولاد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله عبدا لله ولا الملائكة المقرب ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم وزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به واعتصموا به فسيدخدهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك أول الله يفتيكم في الكلالة إن امرأة هلك ليس له ولد وله أخ وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرسها إن لم يكن لها ولد فإن كانت أسنتين فلهما السلسان ما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنسين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم سورة المائدة مدنية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ونفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يطنى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِلَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرُ الْحَرَامِ وَلَا الشَّهْرُ الْحَرَامِ وَلَا الْحَذِيَّ وَلَا الْقُلَائِدَ وَلَا يَا أَمِّنَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْكُمْ فَاسْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاونُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاونُوا عَلَى وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا كَلَ السَّمْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيتُمْ وَمَا زُبِحَا عَلَى النُّصْبِ وَأَنْ تَسْتَأْسِمُوا بِالْلَّاسْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْطَى الْيَوْمَ يَئِسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوهُمْ وَخْشَوُونَ اليوم أتملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينة فمن يضطر غير ماغ ولا عاد فلا إثم عليه فمن يضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا وحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فاقلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم وحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط أعماله وهو في الآخرة من الخاصدين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائت أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثقه الذي واسقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقصة ولا يجدم أنكم شران قوم على أن لا تعدلوا يعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثنين عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقردتم الله أقردتم حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهر فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سوى السبيل فبما نأضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن موادعه ونسو حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم مصطح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصاروا أخذنا ميثاقهم فنسو حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبوضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تقون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاكم من الله نور وكتاب مهن يهدي به الله من اتمع رضوانه سبل السلام سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه وأمه هو من في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض ما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصار نحن أبناء الله وأحباه قل فلمن يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلقه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض ما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاكم رسولنا قد جاكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسول أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لأومه يا قوم يذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالم يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم كتب الله لكم ولا ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاصدين قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون نام الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إننا لن ندخلها أبدا ما أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قعد قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين واتنوا عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بصدت إليه يدك لتقتلني لتقتلني ما أنا بباصتي يدي إليك ليأتلق إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوا بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسر فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوء تاخي قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارد سوء تاخيه فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا من غير نفس أو فساد في العرض فكأنما قتل النفس قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم نصلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمصرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسولهم ويصعون في الأرض فساد أن يقتلوا أو يصلبوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحم يا أيها الذين آمنوا اتأوا الله وابتغوا إليه الوصيلة وجاهدوا في سبيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومس له معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقوم ما تقبل منهم ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم يخرجين منها ولهم عذاب مقيم والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله وفور رحم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذر سماعون لقوم آخرين آخرين لم يأتوق يحرفون الكلمة من بوا يحرفون الكلمة من بوا من بعد مواده يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤطوه فاحسدوه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خذي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للصح فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يدروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقصدين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولاك بالمؤمنين إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هدوا والربانيون والأحبار والأحبار بما استحفزوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشفوا الناس واخشعون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولاك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس من نفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالكذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فوقفر ظله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولاك هم ظالمون وقفينا على آثارهم بعيس بن مرم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولاك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواهم عما جاك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يبلوكم فيما آتاكم فاستمعوا الخيرات إن إلى الله برجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلف وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارُوا أَوْلِيَاءُ بَعْدُهُمْ وَمَا إِنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ ظَالِمٍ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٍ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىًا تُصِيبَنَا دَائِرًا فَاعْسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَا بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيَسْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمٍ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَا أُولَى الَّذِينَ أُصَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبْتَتْ أَعْمَالِهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاصِرٍ يَا أَنُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَوْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَصَبْ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يَحِبُّهُمْ وَيَحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَ تَلَائِمٌ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يَا أَيْلُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواً وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ عُولِيَاءَ وَاتَّأُوا اللَّهَ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعباً ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مسوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم يخرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم الصح لبئس ما كانوا يعملون لو لا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم الصح لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود الله مغلولة وقالت اليهود يد الله مغلولة غلس أيديهم ولعنوا بما قالوا غلس أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهما بسوطتان ينفق كيف يشاء ويزيد الذين كفروا وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك تغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة قل لما أوقدوا نارا للحرب أطفآها الله ويصعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا ولكفرنا عنهم سيئاتهم ولعدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم قاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت عرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغ تجسالة والله يعصمك من الناس إن الله لا يهد القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيد أن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك تغيانا وكفرا فلا تأسى على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا الصابعون والنصار ومن آمن بالله والدعم الآخر وأعمل صالحا فلا يخافون عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميساء بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم لسول بما لا تهوى أنفسهم أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما تعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح برمريم وقال المسيح يا بني إسرائيل عبد الله ربي وربكم إنه من مشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون عما يقولون لما سن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم ما المسيح برمريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسول وأمه صدقة كان يأكل للطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤثكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضر ولا نفع والله هو السميع ونعلم قل ياهن الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا أقوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان دابود وعيسى بني مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون تروا كثيرا منهم متولون الذين كفروا لبئس ما قدمت أنفسهم لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أمسل إليهم اتخذوهما أولياء ولكن كثيرا منهم فاسعون لتجد أن شد الناس عداوة للذين آمنوا لهن والذين أشركوا ولتجد أن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصرا ذلك بأن منهم قصيصين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون ترجمة نانسي قنقر